هذه الحلقة السابعة والعشرون من برنامجنا أسئلة وشيء من أجوبة لم أكمل جواب رسالة الأخ العزيز من الجزائر إسماعيل مصطفى الخليلي وكلامنا بخصوص علاقة الأنبياء والمرسلين بمحمد وآله الطاهرين إنهم شيعتهم الأنبياء طراً والمرسلون طراً شيعة محمد وآل محمد صلوات الله عليه بدأت معكم في الحلقة الماضية جولة بين آيات الكتاب الكريم ووقفت عند محطات المحطة الأولى اتضح من خلالها أن الإمامة بحسب القرآن أعظم منزلة من النبوة والرسالة إلى بقية المنازل والمراتب الأخرى فالإمامة هي المنزلة الأعظم لن أعيد ذكر الآيات لأجل أن أنتفع من وقت الحلقة بإمكانكم أن تعودوا إلى الحلقة الماضية وانتقلت إلى المحطة الثانية حيث كان واضحاً من أن القرآن يعد جميع الأنبياء والمرسلين شيعة لمحمد وآل محمد صلوات الله عليه ثم انتقلت بكم إلى المحطة الثالثة حيث مواثيق الأنبياء التي أخذت عليهم أن يكونوا في طاعة محمد وآل محمد لأنهم من شيعتهم إلى المحطة الرابعة حيث كان الحديث عن هيمنة القرآن على كل الكتب السماوية التي تقدمته تقدمته زماناً أرضياً وإلا فهو المتقدم عليها جميعاً في الملأ الأعلى فكل الكتب مقدمات أجزاء إلا أن الأصل هو القرآن الذي له الهيمنة المطلقة الراسخون في العلم القرآني هم الذين يهيمنون على هذا القرآن وهم هم الذين يهيمنون على سائر الكتب المتقدمة وعلى أصحابها وعلى الأمم التي دانت بدين أصحاب الكتب المتقدمة من الأنبياء والمرسلين وصلت بعد ذلك إلى المحطة الخامسة ولم أستطع أن أكمل حديثي لأن وقت الحلقة قد انتهى إذن محطتنا الخامسة حيث الحديث عن الإنجيل فإن الإنجيل هو الكتاب الأكمل بالقياس إلى الكتب التي سبقته إنها الآية السادسة والأربعون بعد البسملة من سورة المائدة وقفينا على آثارهم على آثار الأنبياء السابقين جميعا وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة التوراة صدق أيضا ما كان بين يديه من الكتب السابق وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل التعبير هنا مصدقا لما بين يديه من التوراة يتعلق بعيسى المسيح نفسه لأن هذا التعبير سيرد مرة ثانية يرتبط بالإنجيل وقفينا على آثارهم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة الكلام عن عيسى هنا وآتيناه الإنجيل ما هو تعريفه فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين فهذا هو الإنجيل الإنجيل جاء مصدقا لما تقدمه من الكتب قطعا وأضيفت إضافات جديدة في الإنجيل هناك تكامل فالإنجيل هو الكتاب الأكمل بالقياس لما سبقه من الكتب وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين تلاحظون هذا هو تعريف الإنجيل تعريف التوراة في الآية الرابعة والأربعين بعد البسملة من سورة نفسها من سورة المائدة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار إلى آخر ما جاء في الآية هذا تعريف التوراة فالتوراة دون الإنجيل في المنزلة واضح هذا من التعريف القرآني للكتابين ماذا يحدثنا القرآن أيضا عن الإنجيل عن هذا الكتاب الذي هو الكتاب الأكمل بالقياس إلى الكتب التي سبقته في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الصف كلمة الإنجيل تعني البشارة إذا أردنا أن نبحث عن المعنى اللغوي الأصل لكلمة الإنجيل فالإنجيل البشارة مضمون الإنجيل في جوهره وفي أهم نقطة فيه بشارة بمحمد صلى الله عليه وآله هذا ما نعتقده نحن نحن الذين نؤمن بقرآن محمد وآل محمد المسيحيون يقولون شيئا آخر ذلك أمر يخصهم نحن لا نتحدث عن لسان المسيحيين المسيحيون عقيدتهم لهم وعقيدتنا لنا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة لما مضى وماذا بعد فهل أنا قد بلغت الكمال في كتابي في ديانتي أبدا هناك من يأتي بعدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إذن الإنجيل لم يكتمل ودين عيسى لم يكتمل وحجة عيسى لم تكتمل ولذا فإنه سيكون في شيعة المهدي سيكون من أتباعه فالإنجيل يبشر بأحمد بحسب قرآننا لا أريد أن أناقش ما يقوله المسيحيون ذلك أمر يخصه وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات ماذا قال أهل الكتاب فلما جاءهم بالبينات اليهود والنصارى على حد سواء قالوا هذا سحر مبين لا شأن لنا بما قالوا فإنجيل عيسى يبشر بأحمد قرآن محمد يبشر بماذا لأنه الكتاب الأكمل ولأنه الكتاب المهيمن ولأن أصحابه أتحدث عن الراسخين في العلم هؤلاء هم المطهرون الذين يمسون القرآن بحسب سورة الواقعة لا يمسه إلا المطهرون هؤلاء هم الراسخون في العلم البشارة في القرآن بشارة بحاكمية محمد صلى الله عليه وآله والتي تتجلى في ولده القائم المهدي إنها الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الصف فسورة الصف في الآية السادسة بعد البسملة حدثتنا عن أن إنجيل عيسى يبشر بأحمد القرآن بماذا يبشر فهو الكتاب الأكمل يبشر بمحمد بحاكمية محمد والتي تبدأ في يوم الخلاص في يوم ظهور إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه الآية تكفي في إثبات أن الأنبياء شيعة لمحمد وأهل محمد ولا حاجة لكل التفصيل المتقدم ولكل التفصيل الآتي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء ليظهره على الدين كله لأن الأديان المتقدمة كانت مقدمة لدين الحق هذا ولأن الأنبياء المتقدمين كانوا مقدمة وكانوا دعاة لصاحب دين الحق هذا الآية واضحة ولم يأتي تأويلها بعد متى ساد دين محمد صلى الله عليه وآله على كل الأديان إلى يومنا هذا والدين المسيحي هو الدين الذي يتسيد العالم وفي جميع اتجاهات الحياة نقاط القوة في العالم بيد المسيحي أما المسلمون فلا يملكون شيئا من نقاط القوة هذه هي الحقيقة الموجودة على أرض الواقع هو أهي مسلمين وأهي مسلمين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذا المضمون هذه البشارة تتكرر في القرآن ثلاث مرات لأجل تأكيد هذه البشارة ولأجل التذكير بها على طول القرآن في سورة الفتح إنها الآية الثامنة والعشرون بعد البسملة من سورة الفتح هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيد هذا موطن آخر الآية التاسعة بعد البسملة من سورة الصف والآية الثامنة والعشرون بعد البسملة من سورة الفتح والآية الثالثة والثلاثون من سورة التوبة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذا التكرار واضح يذكرنا يريد منا أن لا ننسى من أن بشارة القرآن هي هذه سيأتي اليوم الذي يظهر الله دين محمد على كل الأديان وسيكون منبسطا على الأرض كلها بل على السماوات على الحضارات المختلفة في هذا الكون الواسع الفسيح الآيات المفسرة بتفسير العترة وأحاديث العترة في الثقافة المهدوية هي التي أخبرتنا بذلك وكما قلت قبل قليل من أن الآية هذه وحدها تكفينا تكفينا وتكفينا 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 في إثبات أن كل الأديان السابقة قد نسخت نسخت لأنها لم تكن أديان كاملة وكل الكتب السماوية نسخت جاء الكتاب المهيمن وكل النبوات نسخت جاءت النبوة الخاتمة الكاملة وكل النبوات نبوات تتشيع لهذه النبوة الكاملة ليظهره على الدين كله لا يبقى إلا دين محمد صلى الله عليه وآله بعثته تتحقق في آخر عصر الرجعة العظيم ما كان في عصر التنزيل في بدايات البعثة كان مقدمة البعثة الحقيقية ستكون في آخر عصر الرجعة العظيم حيث ستكون دولة محمد صلى الله عليه وآله حاكمها الأول محمد الوزراء العمال الولاة الموظفون هم آل محمد علي وفاطمة وأولاد فاطمة من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه على محمد وآل محمد الصورة واضحة والآيات بينة فدين محمد هو الدين الذي سيهيمن على كل شيء إذا ما ذهبت معكم إلى المحطة السادسة إلى سورة الأعراف وإلى الآية السابعة والخمسين بعد المئة بعد البسملة هذه الآية تخبرنا عن أن الدين الكامل هو دين محمد ومن أن الأديان السابقة أديان ناقصة هي كاملة بحسبهم لكنها ناقصة بحسب الدين الكامل فالدين الموسوي اليهودي دين كامل بحسبهم في زمان موسى لكنه ناقص بحسب دين محمد ولذا 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 فإن موسى راح يتعلم من الخضر لماذا لأن الخضر ما كان على دين موسى الخضر على دين إبراهيم على الديانة الحنيفية على الديانة الإسلامية على دين الإسلام وموسى كان على دين الإسلام ولكن في مرتبة من المراتب كل الأنبياء على دين الإسلام الدين عند الله واحد إن الدين عند الله الإسلام ابتداء من أبينا آدم وإلى نبينا الأعظم وإلى إمام زماننا دين واحد لكن في كل مرحلة هناك ما يناسب الناس فيظهر من الدين ما يكون مناسبا لهم إذا أردنا أن نقيسه بالدين الكامل سيكون دينا ناقصا هو دين كامل بحسبهم بحسب زمانهم بحسب مكانهم بحسب أشخاصهم بحسب ظروفهم الموضوعية بحسب النبي المبعوث لهم بحسب الكتاب المنزل عليهم لكن بحسب الدين الكامل فإنه دين ناقص الآية السابعة والخمسون بعد المئة بعد البسملة تحدثنا عن هذا المضمون إنها سورة الأعراف الحديث هنا عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل النبي الأمية نسبة إلى أم القرى وليس الذي لا يحسن القراءة والكتاب ملعون في ثقافة العترة الطاهرة الذي يقول بأن محمدا لا يحسن القراءة والكتاب مراجع النجف وكرب لا يقولون هذا ملعونون على لسان الأئمة الروايات تكذب وتلعن الذين يعتقدون بأن محمدا صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتاب الروايات تنقل لنا عن أئمتنا من أنهم يكذبون ويلعنون الذين يقولون بهذا القول مراجع النجف وكربلا كتبهم ملأ بهذه العقيدة سيستانيكم يقول بهذا خوئيكم يقول بهذا محمد باقر الصدر يقول بهذا طوسيكم يقول بهذا وما بين الطوسي إلى السيستاني كتب مراجع النجف وكربلا موجودة موجودة تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله لا يحسن القراءة والكتاب كذابون الإمام الباقر يكذبهم ويلعنهم الإمام الجواد يكذبهم ويلعنهم الروايات صريحة فهؤلاء كذابون بشهادة الأئمة المعصومين ملعونون بشهادة الأئمة المعصومين هذا ما هو كلامي وقد تحدثت عن هذا المطلب كثيرا عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع ستجدون المصادر والأحاديث والأدلة والحقائق والوثائق أعود إلى الآية الكريمة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل من اليهود والنصارى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم العهد ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم أخذت عليهم المواثيق التي تناسب التي تناسب زمانهم حينما جاء الدين الكامل فإنه سيجعلهم يتحللون من تلك العهود ومن تلك الأغلال على سبيل المثال كان اليهود إذا ما تنجس الثيابهم لا يطهرونها بالماء وإنما يقرضونها بالمقاريط على سبيل المثال كان اليهود لا يستطيعون أن يقوموا بالعبادة في بيوتهم فقط في مرحلة التقية حينما كانوا في مصر وإلا فإنه يجب عليهم أن يذهبوا إلى معابدهم إلى معبدهم أن يقيموا الصلاة هناك أكانت في ليل أو في نهار هناك أحكام ثقيلة ثقيلة وشديدة إنها تناسب زمانهم ومكانهم وإلى الآن اليهود المتدينون يعانون من هذه القيود إلى الآن إلى الآن ماذا يصنعون في أحكام السبت في أحكام ليلة السبت ويوم السبت لا يجوز لهم بحسب ما يعتقدون أن يطفئوا الأضواء الكهربائية المصابيح الكهربائية أفتى لهم في زماننا حاخاماتهم باستعمال القرود المدربة على إطفاء المصابيح الكهربائية لا يستطيعون إطفاءها الحكاية طويلة طويلة في فلسطين الآن عند اليهود المتدينين في إسرائيل إنهم يشترون القرود المدربة لأجل أن تطفئ المصابيح الكهربائية وإلا فإنهم يتركون المصابيح مضاءة إلى الصباح إلى أن ينتهي وقت السبت هذه أمثلة من بقايا دينهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويحل لهم الطيبات فإن لحوم الجمال محرم محرمة عند اليهود وهي محللة في الإسلام مثال من الأمثلة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون الآية واضحة تتحدث عن أن الدين اليهودية والدين المسيحية عن الديانات عموما عن الديانات السابقة إنها لم تكن كاملة كانت كاملة في زمانها لكنها في زمان بعثة محمد صلى الله عليه وآله فإنها ناقصة وتعود بالضرر على أصحابها الكمال والنفع والعلاج الناجع في هذا الدين الكامل في سورة المائدة في الآية الثالثة بعد البسملة اليوم يأس الذين كفروا من دينكم الذين كفروا من مشركي العرب وغيرهم الذين كفروا من اليهود والنصارى كفروا لأن أديانهم قد نسخت نسخها هذا الدين الكامل اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين هذا الكلام لن تجد مثيله في التوراة ولن تجد مثيله في الإنجيل مع أننا في الوقت الحاضر لا نملك التوراة الأصلية ولا نملك الإنجيل الأصلي هناك كتاب مقدس عند اليهود وعند النصارى يعتقدون به لكنني أتحدث هنا عن التوراة الأصيلة وعن الإنجيل الأصيل والذان سيخرجهما إمام زماننا عند ظهوره الشريف كي تتضح الحقائق هذه وثائق النبوات السابقة سيظهرها الإمام الحجة صلوات الله عليه سيظهر التوراة وسيظهر الزبور وسيظهر تابوت السكينة وسيظهر عصى موسى وسيظهر ويظهر ويظهر كل وثائق النبوات السابقة موجودة عند إمام زماننا هذه التي يصطلح عليها في أحاديث العترة الطاهرة مواريث النبوة ودلائل الإمام مواريث النبوة ودلائل الإمام هي هذه ملابس الأنبياء قميص يوسف الذي ألقي على وجه يعقوب فرد بصير إلى غير ذلك مواريث النبوة ودلائل الإمامة أهل البيت ليس بحاجة لها وإنما هي هي أرشيف وثائقي إلهي سيظهره إمام زماننا كي يثبت للأمم وللحضارات الممتدة في هذا الكون من أنه هو الأحق وهذه الوثائق بين أيديكم عصى موسى حجر موسى الذي انبجست منه العيون إلى سائري ما كان مرتبطا بكل النبوات وكل الديانات السابقة وما كان مرتبطا بنبينا الأعظم وبعلي وفاطمة الحطب الذي جمعوه على بيت فاطمة لم يحترق احترق جزء يسير منه المقدار الذي عند الباب بقية الحطب الذي جاء به عمر والذين معه من الصحابة حيث جعلوه يحيط بالبيت كله أرادوا إحراق البيت بكامله هذا الحطب موجود عند إمام زماننا وثيقة من الوثائق أين يحتفظ به تلك أسراره نحن في رواياتنا خزانة الإمام المعصوم في فص خاتمه هذا أمر يريده الله أمر يريده الله وذل كل شيء لكم تلك أسرارهم وتلك حقائقهم وتلك معارفهم ما بين قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم أعود إلى الآيات اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين في أحاديث الشيعة وفي أحاديث السنة هذه الآية نزلت بعد بيعة الغدير فإكمال الدين وإتمام النعمة ورضى الباري سبحانه وتعالى عن إسلامنا مثل ما تقول الآية ورضيت لكم الإسلام دين كل هذا كان بعد بيعة الغدير وآية الغدير واضحة إنها السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو كمال الدين وهنا تمام النعمة وهنا رضي الله عن الإسلام وجعله دينا كاملا بعليا الذي كان شريكا في أمر محمد كيف يكتمل الدين إذا ما ذهب محمد سيبقى شريكه هل كان أبو بكر شريكا لمحمد صلى الله عليه وآله هل كان عمر هل كان عثمان من من الصحابة كان شريكا في أمر محمد غير علي بصريح القرآن وأشركه في أمري إنها منزلة هارون من موسى الحقائق واضحة ولكن الناس يضللون أنفسهم بأنفسهم الحال عند السنة هو هو عند الشيعة الصحابة ضللوا السنة المراجع ضللوا الشيعة هذا هو واقع الأمة الذي نعيشه اليوم وعاشته الأمة في القرون الماضية الآيات واضحة فالأديان السابقة كانت كاملة بالنسبة لزمانها لكنها أصبحت ناقصة مع وجود الدين الكامل إنه الدين الناسخ نسخ الأديان الكتاب الناسخ نسخ الكتب النبي الناسخ نسخ النبوات الجميع أتباعه الجميع شيعته القضية واضحة الراسخون في العلم عنوان ينطبق على محمد وآل محمد هؤلاء هم الناسخون وهم الراسخون هؤلاء هم الناسخون وهم الراسخون الصورة واضحة واضحة جدا نذهب إلى فاصل ومن المحطة السادسة أنتقل بكم إلى المحطة السابعة المحطة السابعة يمكنني أن أعنونها بهذا العنوان ما هم بأنبياء ولكنهم أفضل من أنبياء القرآن ضرب لنا مثالين واضحين عن أشخاص ما هم بأنبياء لكنهم أفضل من أنبياء من الأنبياء الذين كانوا في زمانهم فهذا يعني أن الأنبياء السابقين ليسوا بالضرورة يكونون أفضل إلى الناس في زمانهم إنما هم أفضل الناس بالقياس إلى الناس المحجوجين بنبوتهم المثال الأول امرأة والمثال الثاني رجل مريم بنت عمران حينما ولدت كان النبي في زمانها زكريا الناس بغض النظر أذعنوا له أم لم يذعنوا له فإنهم محجوجون بنبوته زكريا كان حجة وبنوا إسرائيل كانوا محجوجين بنبوته هناك من كان يذعن له وهناك من كان يرفضه وهذا هو شأن الأنبياء مريم هل كانت محجوجة بزكريا القرآن يقول لا قد تقولون أين قال القرآن من أن مريم لم تكن محجوجة بزكريا القرآن القرآن قال هذا في سورة آل عمران في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة فتقبلها ربها تقبل مريم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنة رعاية خاصة للسيدة مريم وكفلها زكريا هذه الكفالة كفالة اجتماعية لم تكن كفالة دينية كفالة اجتماعية قد تكون دينية بحسب الظاهر لأن زكريا لم يكن حجة على مريم مريم لم تكن محجوجة بزكريا الدليل في الآية كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق إنه شيء غيبي فواكه الشتاء في الصيف وفواكه الصيف في الشتاء وليست كفواكه الدنيا شيء منزل من السماء في آنية تختلف عن أواني الدنيا طعام لا يوجد له مماثل على الأرض هكذا كانت تتغذى السيدة مريم استعدادا لولادة عيسى لأنها في السنوات القادمة ستنجب للعالم عيسى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أنا لك هذا لو كانت محجوجة بزكريا فإن كل غيب يصل إليها لابد أن يمر من خلال زكريا فهذا الغيب الذي يأتيها لم يكن قد مر من خلال زكريا وإلا لماذا يسأل زكريا إذا كان الأمر قد مر من خلاله إذن الكفالة كفالة اجتماعية وإذا كان فيها شيء من الكفالة الدينية فإنها كفالة دينية اجتماعية بحدود ظواهر الأمور أما حقائق الغيب والصلة الخاصة بين السيدة مريم وعالم الغيب فهذا شأنها فلم تكن محجوجة بزكريا مثل ما قالت الآية فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن وكفلها زكريا لدفع غائلة حاخامات اليهود وأحبار اليهود كلما دخل عليها زكريا المحراب في هيكل اليهود في معبد اليهود وجد عندها رزق قال يا مريم أنالك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صلتها الغيبية ليست مرتبطة بالنبي زكريا فماذا ترتب على هذا أن جعلها أسوة له هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء وإن كانت زوجته عقيما فإن الله يؤتي مريم فواكه الشتاء في الصيف حيث يكون الصيف عقيما لا يستطيع أن يلد فواكه الشتاء وفي الشتاء فإن مريم تأكل فواكه الصيف حينما يكون الشتاء عقيما لا يستطيع أن يلد فواكه الصيف هناك دعا زكريا ربه زوجته عقيمة وهو شيخ كبير لا يتوقع منه الإنجاب فاتخذ من السيدة مريم أسوة لا يمكن للحجة أن يتخذ المحجوج به أسوة هذه الإشارات الواضحة تشير إلى أن السيدة مريم لم تكن محجوجة بزكريا وإنما كانت محجوجة بنفسها وهذا يعني أنها أفضل من زكريا رتبة بعد أن جاءت بعيسى أصبحت محجوجة بعيسى القرآن هو الذي يقول لست أنا قبل عيسى كانت محجوجة بنفسها ولذا فإن الآية الثانية والأربعين بعد البسملة وما بعدها من سورة آل عمران تخبرنا أن مريم كانت محجوجة بنفسها وإذ قالت الملائكة يا مريم لم يقل زكريا لها ذلك لأنها لم تكن محجوجة بزكريا إنها محجوجة بنفسها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين على نساء عالمها سيدة نساء العالمين فاطمة صلوات الله عليها تلك هي مريم الكبرى كما سماها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي سما فاطمة بمريم الكبرى هذه مريم الصغرى بحسب ثقافة العترة الطاهرة وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اخنتي لربك التعليمات تأتيها مباجرة إليها من دون زكريا هي محجوجة بنفسها يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين فمريم محجوجة بنفسها هذا قبل ولادة عيسى بعد ولادة عيسى فهي محجوجة بوليدها بعد ولادته مباشرة وبينت لكم في الروايات المتقدمة في الحلقات السابقة من أن عيسى بعد أن تكلم أمام اليهود بقي صامتا لكنه كان يتكلم مع أمه لأن أمه كانت محجوجة به بينما الناس كانوا محجوجين بزكريا ومن بعد زكريا أصبح الناس محجوجين بيحيى ابن زكريا إلا مريم كانت محجوجة بعيسى الإشارة القرآنية واضحة في سورة مريم من الآية الثامنة والعشرين بعد البسملة وما بعدها لما قالوا لها حينما جاءت تحمل عيسى الإسرائيليون يا أخت هارون هارون هذا كان رجلا فاجرا فاسقا معروفا بالزنا في بني إسرائيل يا أخت هارون باعتبار أنها أصبحت فاجرة كما هم يدعون وجاءتهم بمولود من دون زواج من الفاحشة ولذا قالوا لها من أنك أخت لهارون الزاني الفاجر هذا وإلا فإن مريم ليس لها من أخ اسمه هارون مريم كانت وحيدة لأبيها وأمها مات أبوها عمران النبي وبقيت أمها حنة حاملا بها وولدتها وانتهى الأمر فليس هناك من أخ لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأسا وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه الله أمرها بالصيام في الآية السادسة والعشرين بعد البسملة من سورة مريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأشارت إليه لا لأنها صائمة هذا الصوم عذر أشارت إليه تقول من أن حجتي هو الذي يتكله فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية قال إني عبد الله برغم آنافكم يا بني يهود إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا جعلني حجة على أمي وعليكم ولكنه صمت بعد ذلك فكانت الحجة على أمه فقط كان يتكلم معها إني عبد الله هو حجة في اللحظة التي تكلم فيها إمامنا صادق هو الذي يقول كان عيسى حجة حتى على زكريا في اللحظة التي تكلم فيها ولكنه صمت بعد ذلك وترك مساحة الحجية لزكريا إلى أن مات لكنه كان حجة على أمه فأمه لم تكن محجوجة بزكريا كانت محجوجة بنفسها ولكن حينما جاء عيسى صارت محجوجة بعيسى قال إني عبد الله آتاني الكتابة وجعلني نبيا إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة خلاصة الكلام خلاصة الكلام فإن السيدة مريم كانت في زمان نبيا وهو زكريا لم تكن محجوجة به وكانت في منزلة أعلى من منزلته ولم تكن نبيا لم تكن نبيا كانت مقربة من الله سبحانه وتعالى كانت قديسة طاهرة مطهرة معصومة لكنها لم تكن نبية حينما جاء النبي جاء عيسى أصبحت محجوجة به فهي في المنزلة دون منزلة ابنها لأنها محجوجة بعيسى صلوات على عيسى وعلى السيدة مريم وعلى زكريا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين من شيعة محمد وآل محمد صلوات الله على محمد وآل محمد هذا مثال واضح في الكتاب الكريم امرأة ما هي بنبية إلا أنها أعلى رتبة من نبي في زمانها القرآن دقيق اختار لنا مثالا نسائيا واختار لنا مثالا رجاليا والسيدة مريم صارت محجوجة بعيسى كانت أفضل من زكريا النبي لكنها صارت محجوجة بعيسى وعيسى الحجة من شيعة المهدي سيكون في جنده وجيشه وعسكره ووزرائه المثال الثاني الخضر الخضر ما كان نبيا وحتى إذا أردنا أن نقول من أنه كان نبيا على القول على القول الذي يقول من أنه كان نبيا لكنه لم يكن مبعوثا إلى أمة من الأمم مع مع أن التعبير القرآنية واضح من أن الخضر ما هو بنبي إنها سورة الكهف تبدأ الحكاية من الآية الستين بعد البسملة وإذ قال موسى لفتاه فتاه هذا هو يوشع ابن نون وصيه من بعد ما مات وصيه الأول هارون هارون مات أيام التيه فصار الوصي من بعده يوشع ابن نون هو هذا بحسب ثقافة العترة الطاهرة وإذ قال موسى لفتاه لوصيه هذه معارض الكلام لا فتا إلا علي لا وصي إلا علي إنها صيحة جبرائيل في واقعة أحد حينما فر المسلمون جميعا ولم يبق إلا علي إلا علي إنه شريك محمد شريكان بقي في ساحة المعركة محمد وعلي بصريح القرآن وأشركه في أمري برغم أنا في الصحابة وبرغم أنا في التابعين وبرغم أنا في تابعي التابعين وبرغم أنا في أئمة المذاهب السنية جميعا وبرغم أنا في خلفاء سقيفة بن ساعد وخلفاء بن أميت وخلفاء بن العباس برغم أنا في الجميع علي بصريح القرآن الشريك محمد في أمره صلى الله عليهما وآلهما فنادى جبرائيل ما بين السماء والأرض لا فتى إلا علي لا وصية إلا علي وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا تبدأ الحكاية من هنا في الآية الخامسة والستين بعد البسملة من سورة الكهف لما رجع إلى المكان الذي كان موسى يبحث عنه فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما لو كان نبيا لقالت الآية من أن الله اتخذه نبيا على أي حال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وهذا هو الآخر من شيعة محمد وآل محمد إنه من جنود المهدي ومن أعوانه ووزرائه وفي الثقافة الشيعية هناك العديد من الحوادث من الذين وفقوا للقاء الإمام الحجة زمان الغيبة الكبرى رأوا الخضر معه هناك حوادث ووقائع منها ما هو مثبت في الكتب ومنها ما هو منقول على الألسنة فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ما هو نوع العلم إنه الرشد عجيب هذا موسى كليم الله لا يملك الرشد الذي عند الخضر وهذا ما هو بنبي هذا من شيعة علي وآل علي هذا من جند قائم آل محمد قال له موسى هل أتبعك اتباع يصبح من شيعته موسى يصبح من شيعة الخضر من شيعة شيعة آل محمد ومرت علينا الرواية التي ذكرتها لكم في حلقة يوم أمس كيف أن إبراهيم الخليل لما جاءه ملك الموت لقبض روحه قال اقبض روحي وأنا أتشبه بشيعة علي وآل علي قال له موسى هل أتبعك إنني سأكون من شيعتك يا أيها الشيعي لعلي وآل علي قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أريد رشدا من رشدك فأي رشد هذا الذي عند الخضر ماذا قال له الخضر قال إنك لن تستطيع معي صبرا أين أنت وأين أنا إنك لن لن للنفي التأبيدي قال إنك لن تستطيع معي صبرا ثم يبين الحقيقة وكيف تصبر يا موسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا هذا الرشد الذي عندي أنت لا تستطيع أن تتوائم معه وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا موسى ذهب إلى التسويف هذه السين سين التسويف قال ستجدني إن شاء الله تسويف مع تقييد الكلام بمشيئة الله إنه ليس وافقا من نفسه قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا أنت ولي أمري ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء هذا هو الآمر المتحكم بموسى قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى عليك أن تسلم لأمري قال فإن اتبعتني إذا أصبحت من أتباعي وشيعتي فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى هذا من شيعة محمد وآل محمد سود الله تعالى وجوهنا كيف نتعامل مع محمد وآل محمد نذهب إلى فاصل كنت أقول قبل الفاصل سود الله تعالى وجوهنا كيف تعاملنا مع محمد وآل محمد كم أسأنا هذا واحد من شيعتهم إنه الخضر هكذا يتعامل مع نبي من أهل العزم وهذا نبي من أهل العزم هذا كليم الله هذا موسى موسى هكذا يخاطب الخضر الذي هو شيعي من شيعة علي أمير المؤمنين الخضر الخضر يقول له إنك لن تستطيع معي صبر إنه يتحدث مع موسى لاحظوا الفارقة بين المقامات موسى هذا الذي هو قطعة من الصبر من رأسه إلى قدمه ولكن حينما يكون الكلام في فناء محمد وآل محمد فإن الأمر سيكون مختلفا جدا هل تلاحظون تواضع موسى وإظهار وإظهار تذلله بين يديه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا تعبير دقيق يقول له من أن الرشد الذي عندك ليس عندي علمني من رشدك يا أيها العبد الصالح ماذا أجابه لم يقل له من أنك على خير ومن أنك على علم قال إنك لن تستطيع معي صبرا أين أنت وأين أنا ثم يبين الحقيقة وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا هنا يظهر التواضع أكثر وأكثر إنه تواضع حقيقي لأنه أمام جبل راسخ من العلم والمعرفة والحقائق قال ستجدني إن شاء الله صابرا سين التسويف ليس متأكدا مع قيد المشيئة الإلهية ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا هذا نبي من أولي العزم يعد إساءة الأدب بين يدي الخضر معصية ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني إذا أصبحت من أتباعي ومن شيعة حيث ستصبح من شيعة شيعة علي فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء عليك أن تسلم حتى أحدث لك منه ذكرى وجرى الذي جرى الحكاية جميلة لكن المقام ليس للحديث عن تفاصيلها كلامنا عن شخص غير نبي هو أفضل من النبي الذي بعث في زمانه وهذا حال الخضر مع بقية الأنبياء أيضا الخضر عمره طويل بعد أن اعترض موسى على خرق السفينة قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني إنه يعتذر لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا إنني أطلب المعذرة منك تلاحظون الفارق بين المنطقين والذي يكشف عن علو مرتبة الخضر قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا اعتذار اعتذار قوي من موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا إنه يتوسل به حادثة الغلام واعترض موسى قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا هناك فارق في قضية السفينة ماذا قال له قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا هنا قال له ألم أقل لك الكلام أشد زيادة المباني دالة على زيادة المعاني هذا إن كان في الجمل أو كان في الكلمات حينما تزداد الكلمات في الجمل تزداد المعاني وحينما تزداد الحروف في الكلمات تزداد المعاني زيادة المباني دالة على زيادة المعاني في المرة الأولى هكذا قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا فلما اعترض الاعتراض الثاني في قضية الغلام قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا لاحظوا اعتذار موسى كان أشد قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني أنا لا أستحق مصاحبتك قد بلغت من لدني عذرا وجاء الاعتراض الثالث حينما دخلوا إلى القرية هنا صدر الأمر من الخضر قال هذا فراق بيني وبينك أنت لا تناسبني هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أنت لست صبورا هنا جاءت الكلمة وقد حذف منها حرف إنك لن تستطيع هذه الياء بعد الطاء حذفت مثل ما قلت لكم زيادة المباني دالة على زيادة المعاني نقصان المباني دال على نقصان المعاني سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قدرتك على الصبر قلت أما السفينة إلى أن يقول الخضر وما فعلته عن أمري الخضر ليس محجوجا بموسى لو كان محجوجا بموسى هل تكون هذه التفاصيل والوقائع وهل يأتي موسى كي يتعلم من شخص محجوج بنبوته وحجيته وما فعلته عن أمري صلته الغيبية بخصوص شخصه فهو محجوج بنفسه الخضر وإلا لكان الغيب يأتي من قبل حجته إذا كان محجوجا بموسى الحكاية هي هي التي مرت في قصة السيدة مريم وكيف أن صلتها بالغيب في معزل عن النبي زكريا لأنها لم تكن محجوجة به لو كانت محجوجة به لكانت صلتها بالغيب تمر عبر زكريا النبي وهذا هو حال الخضر أيضا وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا أنت لا تملكه صبرا أساسا بدأ يتحدث معه شيئا فشيئا ينتقص من صبره في البداية قال له تستطيع لن تستطيع بوجود الياء بعد الطاء ثم قال ما لم تستطع حذفت الياء ثم قال ما لم تستطع حذفت التاء التاء التي قبل الطاء دققوا النظر في الآيات ستجدون أن الخضر أخذ ينتقص من صبره من صبر موسى شيئا فشيئا هذا هو القرآن واضح بين أيدينا تلاحظون الفارق الكبير بين الخضر وموسى هذه الكلمات تكشف الحقيقة الواضحة التي أحدثكم عنها لو كان المقام لتفسيري وشرحي ما جاء في قصة موسى والخضر لبينت لكم الكثير والكثير من الأسرار والحقائق والمطالب ليست من عندي إنني أستقيها من العيون الصافية إنني أستقيها من المنابع الطاهرة الزكية إنها منابع العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها بعيدا بعيدا عن قذارات مراجع النجف وكربلا بعيدا عن قذارات الحوزة الطوسية النجسة هذه حقائق القرآن إنه قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بتفهيمهم أعتقد أن صورة صارت واضحة الإمامة الإمامة أعظم منزلة من النبوة والرسالة ومن سائر المراتب الأخرى الأنبياء والمرسلون طرّا شيعة لمحمد وآل محمد المواثيق أخذت عليهم بالتسليم وطاعة والإنقياد والخضوع لمحمد وآل محمد قرآنهم قرآن محمد وآل محمد هو المهيمن على كل الكتب السماوية وهم المهيمنون على قرآنهم فهم الراسخون في العلم وحينما يهيمنون على قرآنهم يهيمنون على كل الكتب وعلى كل الأديان إنجيل عيسى الكتاب الذي هو الأكمل بالقياس للكتب التي سبقته يبشر بمحمد أما قرآن محمد فإنه يبشر بمهديهم وعيسى جندي من جنود مهديهم صلوات الله عليهم الأديان السابقة كاملة بحسب زمانها ناقصة بحسب الدين الكامل وهذا الدين ما صار كاملا إلا بولاية علي إنها الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة ومريم ما هي بنبيت هي أفضل من نبي كان موجودا في زمانها إنه زكريا لم تكن محجوجة به كانت محجوجة بنفسها لكن حينما أنجبت جنديا من جنود قائم آل محمد صارت محجوجة به وهذا موسى كليم الله في محضر جنديا من جنود قائم آل محمد في محضر الخضر ولاحظتم الفارق الكبير في المنزلة والمرتبة لقد جاء يطلب الرشد فهل كان النبي موسى ليس رشيدا قطعا هذا الكلام لا يمكن أن يقال النبي موسى كان رشيدا وكان سيدا الرشد لكن بالقياس إلى الخضر فإنه يطلب الرشد من الخضر القضية واضحة فارق كبير ما بين محمد وآل محمد وبين الأنبياء خذوا العبرة من واقعة مريم وزكريا وخذوا العبرة وهي واضحة جدا من واقعة الخضر وموسى الخضر ما هو إلا شيعي ما هو إلا شيعي وجندي من جنود قائم آل محمد لاحظوا الفارقة فيما بينه وبين موسى النبي الآيات واضحة واضحة جدا أتمنى أن أجد فرصة في البرامج القادمة قي أقف عند هذه الآيات نذهب إلى فاصل معلومات عندي هناك من يتابع هذا البرنامج من علماء السنة في العراق والخليج وفي مصر ومناطق أخرى ومعلومات عندي مراجع النجف يتابعون هذا البرنامج أصحاب العمائم في النجف يتابعون هذا البرنامج ويصل الكلام يصلون الكلام يقولون من أين يستخرج هذه المعاني هذه المعاني أستخرجها من معارف العترة الطاهرة حالي وحالكم وفي الحقيقة ما هو حالي وحالكم حالكم وحال ثقافة العترة الطاهرة مثل ما جاء في هذه الرواية أنني أخاطبهم أخاطب هؤلاء الذين أشرت إليهم أقرأ عليكم من كنز الفوائد لأب الفتح الكراجكي المتوفى سنة أربعمية وتسعة وأربعين للهجرة هذه طبعة دار الأضواء إنه المجلد الواحد الذي يجتمل على الجزئين في الجزء الثاني في الصفحة السادسة والثلاثين والتي بعدها أن أبا حنيفة إنه إمام الأحناف أن أبا حنيفة أكل طعاماً مع الإمام الصادقي جعفر بن محمد فلما رفع الصادق صلوات الله عليه يده من أكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم هذا منك ومن رسولك مستحب للذي يريد أن يشكر على مائدة الطعام أن يقول اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد هذا موجود في رواياتنا في أحاديثنا اللهم إن هذا منك ومن محمد وآل محمد فلما رفع الصادق يده من أكله قال الحمد لله رب العالمين اللهم هذا منك ومن رسولك فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله يخاطب الإمام الصادق أجعلت مع الله شريكاً لأن الإمام هكذا قال اللهم هذا منك ومن رسولك فقال أبو حنيفة يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكاً فقال له ويلك فإن الله تعالى يقول في كتابه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله هذه الآية الرابعة والسبعون من سورة التوبة وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله دقيق النظر فيما قاله إمامنا الصادق بعد أن رفع يده من الطعام الحمد لله رب العالمين اللهم هذا منك ومن رسولك أبو حنيفة كان يؤكل الإمام الصادق فقال يا أبا عبد الله أجعلت مع الله شريكاً لقول الإمام اللهم هذا منك ومن رسولك فقال له ويلك فإن الله تعالى يقول في كتابه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله الله ورسوله الله هنا فاعل ألواء عاطفة رسوله معطوف على الله والمعطوف والمعطوف عليه بقوة واحدة في المعنى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ويستمر الإمام الصادق صلوات الله عليه ويقول في موضع آخر في سورة التوبة نفسها إنها الآية التاسعة والخمسون من سورة التوبة ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله قرآن هذا قرآن هذا حال برامجي معكم كهذه الواقعة كهذه الواقعة قرآن هذا فقال له ويلك فإن الله تعالى يقول في كتابه وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله ويقول في موضع آخر ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله فاعل ومعطوف عليه سيؤتينا الله الله فاعل من فضله ورسوله رسوله معطوف على الله فقال أبو حنيفة والله لكأني ما قرأتهما قط من كتاب الله يشير إلى الآيتين إلى الآية الرابعة والسبعين والآية التاسعة والخمسين من سورة التوبة التي قرأهما الإمام الصادق فقال أبو حنيفة والله لكأني ما قرأتهما قط لكأني ما قرأتهما قط من كتاب الله ولا سمعتهما إلا في هذا الوقت فقال إمامنا الصادق بلى 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 قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أنتم أشباه يا مراجع النجف ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها إنها الآية الرابعة والعشرون بعد البسملة من سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قلوبكم مقفلة لأنكم لا تمتلكون المفتاح المفتاح معرفة إمام زماننا زرارة يحدثنا عن إمامنا الباقري في الكاف الشريف الحديث موجود في الجزء الأول وفي الجزء الثاني ذروة الأمر وسنامه ذروة الأمر وسنامه وماذا بعد ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه المفتاح هنا وباب الأشياء وباب الأشياء المفتاح هو الباب ورد الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه ومفتاحه وباب الأشياء ورد الرحمن تبارك وتعالى الطاعة للإمام بعد معرفته أنتم لا تعرفون إمام زمانكم لا تمتلكون المفتاح ولا تهتدون أين الباب ومن هنا فإن القلوب مقفلة مثل ما يقول إمامنا الصادق لأبي حنيفة بلى قد قرأتهما وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها وقال كلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا بل ران على قلوبهم الرين هو الصدأ ماذا يقول أئمتنا حديثنا جلاء القلوب إنه يجل القلوب هذا كلامهم حديثنا جلاء القلوب إنه يجل القلوب كما يفعل الصيقل وهو يزيل الرين والصدأ عن السيوف هذا كلامه حديثنا جلاء القلوب يجل الرين عن القلوب مثل ما يفعل الصيقل يجل يجل الرين والصدأ والوسخ عن السيوف فحديثنا هو الذي يكون صيقلا لقلوبكم أنتم أعرضتم عن حديث العترة الطاهرة لماذا لا تقبلون الحقيقة على الأقل فيما بينكم وبين أنفسكم هذه الحقائق ليست من عندي هذه حقائق العترة الطاهرة أنا لا قيمة لي أنا وسيط أنا وسيط أنا راوية حديث أنقلوا الحديث لكم أما أنا أن تعتبروا فقال أبو عبد الله بلى قد قرأتهما يا أبا حنيفة وسمعتهما ولكن الله تعالى أنزل فيك وفي أشباهك أم على قلوب أقفالها وقال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون نذهب إلى فاصل أعتقد أن صورة صارت واضحة واضحة جدا من خلال الجولة السريعة التي وقفنا عند محطاتها بين آيات الكتاب الكريم إذا أردت أن أوجه أنظاري إلى أحاديث العترة فإنها كثيرة 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 جدا 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 في هذا الموضوع الأحاديث كثيرة ووفيرة في هذا الموضوع ولقد تحدث المعصومون صلوات الله عليهم في الكثير من الاتجاهات وهم تارة يصرحون وكثيرا ما صرحوا وتارة يلمحون وكثيرا ما لمحوا إلى هذه الحقيقة من أن الأنبياء طران والمرسلين طران والملائكة طران والكروبيين طران من أشياعه هم سادته هذه الحقيقة التي بينها القرآن لنا ولن تستطيع برغم آنافكم وآناف آبائكم وأجدادكم أن تردوا هذه الحقائق لقد حدثتكم بحديث القرآن لن تستطيع أن تردوا هذه آيات صريحة واضحة بينة يمكنكم أن تشككوا في الأحاديث الشريفة وفقا لمناهجكم السندية والرجالية الوسخة أما مع الآيات فلن تستطيع أن تفعلوا شيئا فموتوا موتوا بغيظكم موتوا بحقدكم يا أيها الأنذال إنني أخاطب الأنذال الذين لا يريدون لمحمد وآل محمد أن يكونوا سادة الأنبياء وأن يكون الأنبياء والمرسلون من شيعتهم خاطب الأنذال من أنذال الشيعة وخصوصا المراجع خصوصا هؤلاء السفلة أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء أخاطب الأنذال من هؤلاء من أنذال الحوزة الطوسية ومن أنذال الشيعة من أتباعهم ومن أنذال السنيين الذين يواجهون هذه الحقائق ولا يخضعون لها إذا كانوا يرفضون أحاديث العترة فماذا يصنعون مع آيات القرآن وبحسب العربية الواضحة وبحسب البلاغة الأدبية الناصعة حقائق توثقها حقائق وحقائق تدعمها حقائق آيات بعدها آيات وسور بعدها سور فأين تذهبون أمام هذه الحقيقة ستضحكون على أنفسكم تحاولون أن تجدوا أعذارا من هنا ومن هناك تقنعون أنفسكم القذرة القبيحة بها على أي حال لم يبقى من وقت الحلقة إلا القليل لأن وقت أذان النجف صار وشيكا كنت أريد أن أقرأ بعض الأحاديث في هذا الموضوع سأتركها إلى حلقة يوم غد إذن صار واضحا واضحا إنه منطق القرآن إنه القرآن الذي لا تستطيعون أن تقاوموه كل الآيات التي مرت تصريحا تلميحا بنحو مباشر بنحو غير مباشر فإن الأنبياء والمرسلين طرا شيعة لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم الحديث والخير كل الخير في أحاديث العترة الطاهرة سأنور قلوبكم بها وأنور عقولكم بها هذه كلمات محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله